اهلا بحضراتكم مرة اخرى زي ما تقولكم قبل الفاصل الفقرة دي هتسمعوا فيها كلام في منتهى الاهمية كلام كده يدي طموح وكلام يدي امل وكلام يدي حاجات حلوة قوي للاولياء الامور اللي عايزين ولادهم يلعبوا كورة ويلعبوا رياضة عندهم فرصة وعندهم قبل معايا النهاردة هو المشرف على مشروع اسمه مشروع اكتشاف المواهب من وزارة الشباب والرياضة واحد من الشخصيات المحترمة جدا سيد عمر مهنة يا فندم مشرف ومنور اهلا بيك يا فندم شكرا شرف كبير لنا شرف لينا تندم اشكرا يا فندم وايضا لاعب في هذا المشروع لاعب كده وقاعد جنبي شكله موهبة جندي جدا بس لسه هنقعد نحكي معاه شوية احمد عطيم شرف ومنور مطورنا اخبرك ايه الحمد لله تعم كله كويس كله تعم طيب نفهم يا فندم اللي عندك اللي جاي دوت دي فقرة مفتوحة حرارك تحكينا ايه اللي بيحصل عشان قبل ما نخش الهوى انت قلت لي كلام ممتع جدا نحمسني جدا قبل ما نخش الفقرة دي وخلاني داخل على هذه الفقرة متحمس جدا وانا متأكد لما هتتكلم دلوقتي الناس كمان بتفرجنا هتتحمس جدا والله انا سعيد جدا باستضافة النهاردة في التلفزيون المصري شكرا دي حاجة يعني تسعدنا وفخر لنا ان يكون فيه برنامج جاية زي كده في التلفزيون شكرا الكلام اللي اقولت لحضرتك حمس حضرتك لان انا حاسس به وكلام الحقيقة فيه جزء كبير جدا بيمثل طموحات واحلام الشباب المصريين خاصة اللي عايزين لعبوا كرة قدم فيه ناس كتير جدا عندها طموحات لك مش عارف يحط طموحه فين او يقدر يوصل ازاي المشروع ابتدى بمبادرة وتوجيه من فخامة رئيس عفتح سيسي مجازات ان اطلق عليها ليه ما يكونش عندنا ميدة محمد صلاح صحيح وده بيمثل زي ما قلت لحضرتك حلم مشروع طبع الرئيس الجمهورية بيحلم ان ليه ما يكونش فيه ميدة محمد صلاح مصر قادرة ان يكون فيها ميدة محمد صلاح في كل مجالات مش كرة قدم بس ووزارة شبابه الرياضة تبنت الفكرة وطرحت مشروع اسمه المشروع القومي اللي اكتشافه رعاية الموهبين كرة قدم كان ليه انا شرف ان انا اقدم مع مجموعة استشارية دراسة للوزارة مجموعة دولية ازاي نقدر ننفذ هذا المشروع القومي للبلد بحاجة ليه باسم مصر امكانياتها النظرة للعالم بيبصونا بيها النهاردة بعد محمد صلاح رفع سقف الطموحات والتوقعات من بلد زي مصر صحيح لا وبيان ليس سأل دلوقتي مين بعد محمد صلاح ربنا رب يتقول فأمره في الملاعب بس كده له نهاية في الملاعب بنسأل طول الوقت هو في حد بعد محمد صلاح ان شاء الله ومحمد صلاح كمان مش ملاعب يعني انا بتالي ان محمد صلاح عدى مرحلة ان هو مجرد لعب طبعا مع كامل احترامي لكل اللاعبين المصريين لكن هو عدى المرحلة دي بأنه سفير ونموذج ونموذج يحتزى به للشباب عموما في الطموح وفي الاسرار وفي ان انا ممكن اوصل صحيح فطرح المشروع القومي والحمد لله تم توقيع بروتوكول لتنفيذ هذا المشروع على مدار خمس سنين الفكرة العامة هي اكتشاف الموهبة وايه هي الموهبة هل الموهبة المصرية موجودة ولا مش موجودة موجودة فين ايه هي الاسس اكتشاف الموهبة فتم وضع اسس علمية من خبراء دوليين في اكتشاف الموهب من مدارس مختلفة من هولندا ومن انجلترا ومن بلجيكا ومن ألمانيا استعنا بمجموعة جبيرة جدا من الخبراء الوزارة كلفت المجموعة دي بدراسة الموقف وتقديم مشروع كيف تحديد الموهبة تنميتها ثم المرحلة اللاحقة تسويق الموهب فالمشروع متكامل من اول مرحلة الاكتشاف حتى مرحلة التصوير هايل جدا طيب احمد قولي بقى ازاي الناس وصلت لك ازاي انت وصلت لهم العلاقة دي حصلت ازاي انا طبعا زي اي شاب مصري وانا صغير كنت بلعب كرة في الشارع وكذا وكان حلمي طبعا ان انا شوف نادي كويس انا نمشي واحدة واحدة انا بحب التفاصيل كنت تلعب كرة في اي شارع انا اصلا مولود في الزازي انا انا من الشرقية بس انا مقيم دولاتي في القاهراء بس فكنت بلعب اللوقت تحت بيتنا عادي زي اي شارع اوه زي اي شارع طبتين ونلعب صحا كده اوصلا انا ملعبت في الطبتين دول بس ويعني بدأت لما اكبر شوية اللي هو بوايا اهتم بالعوضوية شافني ان انا بحب الكرة وكذا فبدأت اقدم في كذا نادي لعبت في نادي الشارعية وانا صغير خالص وبعدين بدأت اتنقل روحت ودي ديج لعبت واجه هناك بس لحد ما ما يعني صديق الوالدي كان ابنه بمرن في المشروع القومي دوت فهو انا كان حلمي وهدفي ان انا لغب بره اصلا بره مصر انا احترف بره عظيم فليت ان يعني هو المشروع ده بيوفر الفرصة ديت واللي هو هدف واسطا تسويل لايبه بره وتحت الفرصة ليهم انهم يعني يعني يعملوا معايشة فانديها خارج مصر هيل وده بس كان هدفي يعني فبس ف انت مولد كم انا الفين واربع الفين واربع يعني سوعة عشر سنة اه 18 سنة اتامي 18 سنة اتخلق 18 سنة اتخلق في مركز ايه انا هافي مين هافي مين انا اقول لك شكلك حريف وسريع وعندك عرضيات حلوة اوش ايزا انا اكمل مشوار صلاح بها ان شاء الله اه جبت جاه راح عندي صلاح انت تلعب بيمينك او لا شمال لا اشوال اشوال الله عليك حريف ده صلاح بقى فعلا انت جيب لي صلاح فعلا يعني يا ردد صلاح ان شاء الله ده يبعظم جدا ان شاء الله صلاح الجديد تلعب مع كريم النامس دي اه انا ده ده حاجة في مصلحة كده خدتا اونا معادي انا وحضرتك احنا بسعداء جدا يعني لما التجربة دي تكتمل بإذن الله ان شاء الله بقى اكلمك ساعتا اتعمل معي اللقاء طبعا طبعا انش كده ولا كده طيب هو قال النقطة مهمة جدا احمد انه هدف او هو هدفه انه يطلع برا مصر انه يعمل معايشات برا مصر انتو بتشتغلوا ازاي انو بتطلعوا المجموعة من اللاعبين او الموهبين دول برا مصر ايه الفكرة ان احنا مكناش نرتبب بنادي محدد زي التجارب المتكررة يعني انت تجيب نادي من برا وترتبب به هو النادي ده الاسم الكبير اللي انت بتحاول تساوه عليه لاننا لقينا ان الفرص هتبقى يعني شبه معدومة ان نادي حيخد كم واحد من مصر صح فكادت الفكرة المتكرة في هذا الموضوع ان احنا نرتبط بحاجة زي البياف اس ايه هي جمعية مكتشف المواهب الانجليزية او كشفين الانجليز ودول بيتضم عدد كبير جدا من كشفين على مستوى العالم بالوقتي اعتقد عدد يعني اكتر من 13 الف وعدد مهول معظمهم بيشتغلوا كشفين بكل تأكيد فاندية مختلفة على مستوى اوروبا في مستوىات مختلفة وفي امريكا وفي اسيا وبالتالي عندنا فرصة للولاد انهم يتعرضوا ويتشافوا معدد كبير جدا من الكشفين رئيس الجمعية بيشتغل معانا وبيجي يشوف الولاد بنفسه بينطقي مواهب في مواهب انطقاها بنفسه ما زلنا يعني تحت مرحلة الاعداد لان سنهم صغير بس دول بيمثلوا مستقبل خلال 3-4 سنين حيطلع منهم ان شاء الله يعني مواهب فوق العادة فزة لان طريقة الانطقاء كمان بتختلف يعني احنا دلوقتي النقطة المهمة جدا في المشروع زي ما يعني احمد قال انا كنت باحلم وانا بلعب في الشارع ان انا في يوم الايام احترف واطلع برا احنا اول اول فيلم قدمناه في الوزارة اسميناه حلم ولد صغير ويبن ولد فعلا مش شارع عشوائي جدا تعال يا ابني يلعب كرة عمل مهارات كويسة جدا ولد زي اي ولد بيلعب في الشارع كل الناس بتحلم بدا طبعا يعني موضوع ما اناش حد بيعب كرة الخدم حتى معالي وزيره لما شافه قال تجيبتوا لها الدمين فعلا بالصدفة اي حد في مصر بيلعب كرة حيطلع منه موهب كم واحد يا فندم واحنا صغيرين كده من صحابنا طبعا بنقول عليهم دحرف من محمد صلاح دحرف من محمد بركات كم واحد كنا بنقول عليهم كده بس ما خدوش فرصة ايه دي موهبة الفطرة ان هو عنده موهبة بالفطرة لكن في جزء تاني انا حاجي لحضراتك فيه بعد كده ايه اللي بيخلي اللعب اللي في الشارع اللي احنا قابلناه ده يبقى حد زي محمد صلاح ويه اللي بيخليه ما بيوصلش هرجع لك فيه هرجع لك فيه انت بتلعب في اندية معروفة شارعية اودي دجلة اندية معروفة ايه اللي خلاك ما تكملش معاهم وتروح للمشروع ده وقف انها مشروع في البداية وفي النهاية هو مشروع وليد يعني ممكن يكون مشروع ناجح وممكن لقدر الله ما يكملش او ما يبقاش موفق ايه اللي شفته في المشروع ده قلت لأ انا هروح للمشروع ده انا حاس ان انا هلاقي نفسي فيه انا اللي خلينا اروح للمشروع اللي هما هدفهم ويعني هو المشروع معمول عشان اللعبه تسافر بره وتلاقي فرصة انهم ما يحترفوا ويعملوا معسكرات بره فيجربوا في قندية يعني بره فهو ده كان هدف المشروع وده كان هدف وطموح يعني فهو مهما ان كان النادي المصري هيديك فرصة لكده ممكن الناس تشوفك او كده مش زي ما هيكون المشروع اللي هو معمول عشان تسافر بره او هدفك تلعب بره فبس فده اللي خلينا نتقل هناك وغير كده طرق التدريب واللي هو تجهيزك اصلا لتكون بره ومدربين اجانب لا قل التفاصيل يعني انت ايه اللي شفته انت بتقول اللي حاجات حلوة كده نعدت طرق التدريب مدربين اجانب شفتوهم يعني احكيلي التفاصيل يعني مثلا اننا عندنا التمرين اللي هو فيه زي يعني برنامج ماشيين عليه من بره اصلا من مدربين بره يعني من انجلترا وكده وبيكون في موجود زي في application on wire والمدربين بتستخدموا اللقع في كزا الفرق يعني في كل الفروب بتاعت stars of egypt فلوقت طرق التدريب حديثة زي اللي بيستخدمها في انجلترا فلندا فهو اكني يعني انا باخد باخد نفس التجربة اللي لو اتمرنت بره هتمرن بيها فنفس الكواليتي في التمرين بس السؤال اللي انت كنت سألته نفسك وطيها هتجاوب عليك ايه اللي خالي لو واحد بيلعب في الشارع يروح لطريق احترافي وطريق مهني صحيح وواحد تهني مايروحش لنفس الطريقة الدوافع والارادة لازم يكون عندك دافع ان انت عايز تغير حياتك وعايز تعمل حاجة مختلفة والدافع اللي واحده مش كفاية الارادة مهمة جدا يبقى فيه ارادة يعني عمل مستمر وجاد يومي ورغبة حسيسة وقوية جدا ان انا اغير الحالة اللي انا فيه وعمل حاجة احسن وطلع مستوايا في حالة مختلفة ويبقى عندي طموح كبير دوافع وارادة انتوا توصلتوا كم لاعب او عدد اللاعبين في كل المناطق وكل المحافظات احنا ابتدينا في 2020 وكانت الحقيقة بداية فيها شوات معاقات عشان الكورونا يعني ابتدينا في 2020 اول اختبارات شفنا عدد كبير من اللاعبين وبعدين طرينا نقف فترة كورونا رجعنا نستهنف نشاط شهر سبعة فاحنا فعلا بقى انا حوالي سنة ونص بنضرب المشروع جاء مقطع حاضيك بيهدف خلال خمس سنين نفتح مركز تدريب على المستوى الجمهورية ان شاء الله نوصل لعشرين مركز احنا في الوقت خالي في خمسة قاهرة واربع مركز تانية في كفر الشيخ مركزين في تسوق وفي ساخة في الشرقية في ابو كبير وفي بورس عيد والمركز الرئيسي في قاهرة ومركز شباب جزيرة احنا طبعا نفتح في مركز شباب التابعة للدولة هي بتوفر الملاعب واحنا بنوفر وسائل التدريب زي احمد ما قال هو اسلوب تدريب احنا نقلنا الخبرات الاجنبية في مصر بشكل سهل جدا ان فيه افليكيشن فالمدرب ما فيش ارتجال في التدريب وانا برضو عايز ارجع تاني نقطة مهمة هي اكتشاف الموهبة لان دي نقطة اهم من التدريب لو انا ما عنديش فرص متساوية للاكتشاف والاكتشاف مش معايير محددة والمعايير دي بالمعايير الاوروبية اللي هو لما يجي الاجنبي بعد كده يقول اه انتو اخترته صح وبتدربه بالطريقة اللي انا كنت تحضرب بيها وبالتالي يبعندي فرصة ان انا سافر برده اللي هو ما عليش يعني مع كامل الاحتراب حالك مش منازل كريم في مكان معين تقوله ايه شوف لنا مين الحريفة اللي هنا او مين المشروع في معايير عشان كمان الموضوع لا تتحكم في الاهواء يعني مش كريم مثلا ده صاحبه ده يحب منه صاحبه طبع الموضوع ده تقفل عندك بمعايير لأ وانا عايز اقول لحضرتك انا لسه ذاكر دلوقتي مسألة الاراضة والطموح لو انا النهاردة قتلت الطموح ده ان يكون فيه امل لبكرة ان فيه محباء وان المسألة مش مسألة علمية او متساوية او متكافأة للولد الصغير ده اللي كان بيلعب في الشارع وطلع حريف جدا وبيلعب كويس مش هتلاقيه بعد كده كلعب كويس ولا هتلاقيه في اي حاجة في مجالات الحياة يعني هي برضو مسألة الكورة النهاردة والرياضة بشكل عام ما هيش مجرد الرياضة هي انت بتغير حياة الناس وبتغير حياة الشعوب وبتطور من اداءهم وبتربطه اكتر ببلده وبتدي له فرصة انه هو يبقى جزء من مجتمع وانه ينتمي وانه يحس انه هو بيعمل عمل مفيد فده مش هيكون موجود بدون معايير محددة طبع الدايرة دي بتحصل ازايش يعني مثلا دلوقتي انت عايز تكتشف مجموعة من المواحب ده بيحصل في مركز شباب مثلا في نادي في ساحة بتبلغوا الناس ازاي احنا بنروح كل بحتة موجودة في مصر بنبلغ عن طريق مدريات الشباب والرياضة بمعايد ان احنا هنفتح باب الاختبارات في المحافظات بنروح لكل المدن اللي بيتسجل عدد معين من الولاد اللي هم عايزين يعمل له اختبار وبنبعد فريق العمل اللي بيشرف عليه في الوقت الحالي مدير اسباني مقيم في مصر ريبورتنج او بيرجع المدير انجليزي هو المدير الفني للمشروع وبنروح نعمل الاختبارات مع فريق مصري من المدربين الاكفاء على مستوى ان هو اخده نفس التدريب اللي نقدر نوصل به رسالة للولاد وبنعمل الاختبارات في المحافظات واذا توفر عندنا عدد معين من الولاد في اي محافظة او في اي مدينة بنفتح مركز تدريب اختبار دي دورية باوقات سابتة اختبار دي دورية احنا كل يوم ثلاثة في مركز شباب جزيرة في اختبارات مفتوحة ساعة قبل التدريبات المقررة بتاعتنا وبنروح كل المحافظات وكل المدن اول بنكتمل عدد معين عدد اما بيقلش عن 350 ل 500 لاعب بنعمل اختبار اذا المحافظة حققت الرقم او المدينة حققت هذا الرقم بنفتح مركز تدريب فورا عظيم جدا انت بقى وصلت ازاي اصلا لهناك انا مع اول يعني لوحت باختبار زي ده بالضبط بس انا كنت اول ما روحت خالص كان اللواء لسه مشروع ما بدأش فكان اختبارات بس كان لسه مفيش تمرين وكده بس وكانت يعني حتى نظام الاختبار كان اللواء بيديك فرصة اللواء يشوفك كويس وكان بس مش اللواء تقسيمة ونلعب ماتشو كده لأ كان فيه شوت وفيه باس وفيه دريبلينج ويشوفه البدني بعد ما تخلص ده كله بتلعب تقسيمة فكان اللواء بيديك الفرصة الكافية تطلع كل اللي عندك ويشوف ايه ناص وكده كان فيه تقييمات طب وانت رايح هناك وانت رايح تختبر ما فكرتش طبقا اللي خلينا روح هناك ما روح الاهلي بقى ما روح الزمالك ما روح امبي الفرق اللي ودي دجلة كنت انت موجود قريدي في ودي دجلة مهول عرب ايه اللي خليك تاخد القرار وتروح هناك انا يعني هو انا اللي خلينا روح هناك اول سبب يعني اللي هو زي ما قلت الحضرزك اللي هو عايز يسافر بره ده نفسي انا حلميش عايز العب هنا حتى لو اجالي اللي هو فرصة ان العب في نادي هنا كويس وكده هدفي الاول ألعب بره يعني لو ما نجحش ده ممكن اشوف هنا بس هدفي الاول وحلمي ان انا اطلع بره فده كان السور الرئيس ان خلينا اجرب يعني واشوف حظي صحيح طيب من الحاجات دايما اللي بتقلق الناس انا مكلمك كوالي امر وعندي اولادي وعايزهم يلعبوا كورا وبقى بص واحنا نتكلم لوقتي فيه الاف من الناس ممكن يفرج علينا انا كمان نفسي ابني بمحمد صلاح كل الاولاء لهمون نفسهم ولادهم بمحمد صلاح بس عندهم خوف من مجملات ممكن تحصل في الابدية من بعض الاكاديميات اللي ممكن ما تكونش هدفها انها تطلع لعيبة على قد ما هدفها الربح انا بحاولها اختار الفاظي انه لا انا ابني مش جاهز بدنيا ولا جثمانيا انه يبقى لعيب كورا فمش هواديه اصلا الحاجات دي دايما تقرق كل الشعب المصري انه كل واحد عنده ابنه عايز يلعب كورا كل الحاجات دي تروح جاية قدام عينيه انا لا ابني مش هلعب كورا انا عارف فانا كده كده اصلا هايب المجاملة والراجل والراجل ده بيتكلم والمزيع اللي قدام والشاب ده وكلهم كده كده لازم هيجيبوا قرايبهم نقول الناس اي عشان عجبني جدا انا متطمن للحوار فانا اعجبني جدا لما انت كمان قلتري يوم الثلاثة في مركز الشهاب الجزيدة الناس ممكن تيجي تختبر عادي فاي وقت طمن الناس فاهمهم انتوا المعيين اللي بتشتغلوا بيها تطمنهم ما يحسوش انه يبقى فيه اي نوع من الوع المجملات او لقدر الله لقدر الله اللي بتعمله بعض الاكاديميات القليلة طبعا اولا يعني الضمان الاساسي لهذا المشروع هو انه مشروع الدولة ان الدولة بتشرف عليه و الدولة بتضمن ان المشروع ده لازم يمشي في السياق المفروض يمشي فيه يعني ان هو يدي فرص متكافأة لولاد البعض الاجتماعي مهم جدا بالنسبة للدولة ان يبقى فيه انتشار للمشروع في المحافظات انه يراعي البعض الاجتماعي في تسعير الخدمات اللي بنقدمها او التدريب اللي بنقدمه فده ده ده ضمان الكبير ان الدولة ده مشروعها يعني ما هوش مشروع بيدار لاغراض اخرى واعتقد ان الدولة هدفها الاسمى والرئيسي هو اللي قلت الحضرتك ان البعض الاجتماعي و انه نحقق عدالة و انه في نفس الوقت نوصل اكبر عدد ممكن من المحترفين من مصر خارج مصر و يبدو القوام المنتخبات بعد كده والفرق يعني الاوروبية تبقى بتسعى الانه تلاقي لعب مصري بنفس المواصفات الجيدة اللي هو بيروح يجيب بيها لعب من افريقيا في سنه صغير احنا ما بناخدش الخطوة دي دايما بدري بناخدها متأخر شوية وبنبتدي نطلع اولادنا في سن فوق العشرين سنة او اثنين وعشرين سنة بيكون لعب لسقل مختلف النقطة التانية المخاوف من عدم الحيادية ده اول نقطة ذكرتها لحضرتك احنا الموضوع مش عايز اقول يعني شبه موميكا لكن هو في معيير يعني احنا ما بنقبلش حد بمجملات لان هو في نهاية لو انت قابلته كمجاملة هتجمله لحد امتى هتجمله شهر او اثنين او ثلاثة لكن انت مش هستقدر بتجمله وانت بتتعامل مع جانب الاخر الاجنابي ان انت تقول له خد اللعب ده ده كويس وهو مش كويس عشان ده صاحب واحد صاحب مفيش فرصة لكلام ده يعني الموضوع ده مفيش فرصة فاحنا عايزين ننجح والنجاح ده هو ان انت تلاقي مواهب حقيقية تديها فرص حقيقية متساوية عشان كده الاختيار في الاختبارات زي الاحمد قال عليها بتبقى معايير محددة اللاعب بعد لما ينضم بلينا بعد ثلاث شهور بيتم اعادة اختباره للمرة التانية لجنة اللي بتقيمه اكتر من المدرب والمدير الفني لازم يمضي على التقييم اللاعب ياخد درجات في التقييم دي احنا حطناها بالنجوم بياخد نجمة او اتنين او تلاتة اللي بياخد تلات نجوم بيعفها تماما من اي مصروفات وبياخد اللبس مجانا لانه هو ده بقى الموهبة الوصل لمرحلة انه لا ده موهبة تستحق ان احنا يعني نديها اهتمام اذا الولد استمر في نفس المستوى ده بيفضل ياخد نفس المزايا اذا جات فرق من بره شافته زي ما حصل نهاردة مع احمد او سمصر شافوه قالوا هو ممكن يسافر برا بيبقى مرشح ياخد حاجة اسمها اربع نجوم دي بتدي له مزايا اضافية انه قدر يسافر على حساب المشروع انه بتعمله برامج اعداد خاصة فاذا احنا غرضنا ان احنا نحقق النتيجة وهي اصول اكبر عدد ممكن من لعبي المصريين للاحتراف المجاملات في الموضوع ده حقول لحضرتك تكاد تكون شبه منعدمة يعني مش عايز اقول انعدام خد يكون في يعني بعض المجاملات لمدة نص ساعة مش هتعدي اكتر من كده لا انا ما عنديش مانع مثلا لو انا كلمتك في التلفون قلتلك انا عندي واحد بنفس المعيير بتاعتك دي هبعتولك النهار دي بس يبقى بالمعيير لو اعتبرنا ان دي مجاملة فدي مجاملة محمودة كويس يعني تمام مفوض اهلا نو سهلا احنا نشوف اي لعب مصريحنا كتير جدا احنا بتتصل بينا من هم دي بيقول انا في نادي وحاس مش قادر اخد فرصة النادي كويس كل حاجة بس انا مش هاخد فرصة صحيح انا 30 اربعين واحد في النادي كل انا كويسين صحيح ومش هاخد فرصة وبعدين هو لو طلع يعني معشان كده احنا الموضوع مفتوح لأي نادي لأي لعب في نادي هو مشروع قومي احنا مش نادي او احنا بالنفس الاندية بالعكس احنا شايفين نفسنا منصة لكل الاندية ولكل اللاعبين سواء انت عندك لاعب عايز تسوأه او لاعب شايفين ما عندوش فرص متكافأة صحيح طيب بيقول لي جالك عروض وسمسرى وانت بسرعة كده لسه كنت بدأيلك تبقى محمد صراح فجأة لقى اي من هنا طالع مسافر على طور شاء الله مين اللي شافك ومين اللي انبسط من اداعك احنا كان جالنا كذا مدرب يعني من برا يعني بعد ان ما بنحصل على اللي هو التلاتة نجوم دي وخلاص بقى بيختاروا مجموعة من الناس اللي هي تتأهل ان هي ممكن تسافر برا اللي هو مع الاربع نجون دول بنعمل برضو اختبارات تانية بس هي بتكوننا على يعني حاجة اكبر شوية وبيجينا مدربين من برا هما زي سمسر تلعيب يعني عاملين تعاقدات مع اندية برا وكده بس بيشوفونا وبيختبرونا وبيختاروا كذا لعب يعني والحمد لله انا كنت واحد منهم فبس والمفروض يعني هيكون لنا فرصة نعمل معايشة خلال الشعر ده ان شاء الله ان شاء الله المعايشة فين احنا الاختبارات اللي كان قال عليها احمد حابة بس اوضحها شوية احنا بنعمل اختبارات تفصيلية اكتر يعني بتبقى دقيقة جدا وبتبقى وفقا لمعايير الايجنت اللي جاي او السمسر اللي جايين بيقول احنا عندنا طلبات محددة من اندية وبنشوف لعيبة بمواصلات معينة فعادة دي بتبقى لكل الولاد اللي موجودين في سارزو في ايجيبت المشروع القام يكشاف الموهوبين ما بتبقاش لحد جاي من برا لانه لازم يكون نتدرب معانا عشان نضمن شكل التدريب وجودته زي ما قلت لحضرتك والفرصة الجدية اللي احنا بنتكلم عليها هي ان انا ما بتعيش سمسار او حد ييجي سوي الولاد ما عندوش فرص حقيقية مع اندية فاحنا بنوعب معهم الاول ايه الاندية اللي انت بتمثلها بنشوف السيفي هاب بتاعتهم قبل بننضي معهم اي بانتراكس اي عقود اكد انهم طبعا اشخاص حقين بكل تأكيد كينات كبيرة وبتدي فرص حقيقية لان انت النهاردة لو وجالك حد قالك انا حاودي حد ريال مادريد او ليفر بول او برسلونة كلام ده يعني تجاري جدا ومش هيحصل هي اللي بيحصل افريقيا ليه تفواقت في المحترفين وده ده النقطة اللي تحسم الجدل ده اللي بيدور في ازهان الناس ليه انا ممكن ابدي ميخدش فرصة افريقيا بيطلع اولادهم وهم عندهم 14 سنة ما بيقدرش يحترف عنده 14 سنة بس بيطلع بيعمل تجارب اداء بيعمل احتكاك ممكن لو الولد يعني فلتة حيدوله سكولرشيب بيدرس بره يوصل 18 سنة يوقع عقود مع النادي فهو بيخوض التجربة بدري جدا والولاد ما بيبقاش مكلف بالنسبة لنادي وعن 18 سنة فيه دول كتير ما عندهاش حد قدنى من المرتبات للولاد المحترفين زي مثلا هولندا صعب شوية تخش فيها في سن صغير ففيه بلاد كتير جدا تقدر تستقبل للولاد في سن صغير ويخش اوروبا في سن صغير واول ما يبتدي يلعب في نادي درجة تانية اقوله خلاص بقى معاه كانت ان هو لعب محترف او راح لعب في منتخب بلده فبقى لعب دولي فبقى سهل بالنسبة له يتحرك في اوروبا ويجيله فرص كبيرة ويعمل منها فلوس كويسة بس البداية كانت بسيطة صح مش بداية احنا عندنا اللعبة كلها كبار وصغيرين عزيلا عبر في نادي مدريد او الاندي بتطلب يعني النهاردة محمد صلاح طلع بازل اول ما طلع ولو هو كان لما قوليه ما يدلوش الفرصة انه يطلع نادي زي بازل وتمسك بطلبات مادية كبيرة ما كانش بقى وصل اللي هو فيه فاذا المدخل اوروبا لازم ناخده اولا بدري جدا نمر اتنين نبقى منطقيين في المنافسة اللي احنا بنشوفها من افريقيا يعني عدد المحترفين اللي عندنا المصريين لا يتناسب مع العدد المحترفين الموجودين في الدول زي ناجيريا او غانا ناجيريا مثلا عندهم 292 محترف انت ما عندكش الاعداد دي في دول يعني اوروبية فانت لازم تبع عارف ان انت لازم توصل بدري ولازم تلاقي فرص حقيقية فالسماسرة بيشتغلوا معنا بيشتغلوا على فرص من هذا القبيل فاحنا عندنا اكتر من فرصة ان شاء الله لست ولاد المرشحين في اسبانيا وفي اوبروس وفي اليونان فرق متفوتة طبعا درجة تانية او تالتة زي ما قلت الحضرتك ده يتناسب مع سنهم خبراتهم انه اول مرة سيسافر بره وفي نفس الوقت تدي له فرصة كويسة انه يتشاف من فرق تانية كبيرة طيب لو لا قدر الله ان شاء الله ده ما يحصلش لا قدر الله وده ما يحصلش شبا انا عمل اكتر عيشة تبديش مني ما حصلش فكرة المشروع الاوروبي دي انك تسافر في اوروبا وانك تحترف في اوروبا هتكمل في مصر طبعا اكيد طبعا تحب تلعب مع مين في مصر يعني اه هو يعني نفسي يعلعب في الاهلي طبعا بس هو يعني حتى لو مداتش في الاهلي ده مش مش شايف ان انا كده خلاص انا ممكن ابدأ من حاجة صغيرة بس هو عمتا حوار ان انا اسافر بره ويكون عندي تبادل خبرات هناك او كده ده هيكتسب منها خبرة ويعني هتفيدني كتير حتى لو لعبت هنا في مصر بس وممكن يعني برضو حلمي ان انا ألعب في المنتخب قبل بره قبل سافر بره اكيد طبعا فممكن ابدأ بمنتخب الشباب حتى وبعين الفوق بجانب محمد صلاح مين شايفه مسلك اعلى في مصر يعني مفيش مفيش حد هو محمد صلاح حتى كشخصية انا محبش بس كلاب لا كانتظامه في التمرين وحياته عمتا حاسس من اول مداخل والله شخصية لعب كرة حلو يعني شخصية جاية ان شاء الله انا مش فتوش طبعا في المرعب ان شاء الله مميز جدا وبعدين التقييم اللي جاي عنه احنا مش بيبص على اللي بيرقص يعني الحاجات اللي هي التقليدية دي ما بتبهرش الاجانب الحقيقة بيبص على حاجات تانية خالص يعني لما بنعب مع الناس وحطين هما معايير تقييم دقيقة جدا ولازم الورق يتميلي بشكل دقيق بيبص على التفاصيل ليه منهج يعني المسألة مش مسألة كده يعني لعمل كبري يعني يعني مثلا ازاي بيقف في الملعب لما بتجيه الكرة بيبص الأول ولا بيلعب على طول هل لما بيلعب الكرة بيروح ياخد مركز ثاني ولا بيفضل واقف مكانه يعني التحركات في الملعب التمركز زي ما بنقول عليه فيه حاجات كثير جدا سمعات شخصية بيهتموا بيها غير القوام وغير شكل اللعب والأداء مهمة ان انت تبص لها لانه زي في النهاية انت عايز تطلع منتج مصري بموصفات أوروبية مش عايز تطلع له المنتج المصري وقول له ده كويس ولازم تاخده لانهم مش عايقه بمطالة بساطة السؤال انا سألته لأحمد لو مفيش يعني دلاتي بتحضى اللاعبين انهم يبقوا موجودين في أوروبا ان شاء الله ان شاء الله لو مفيش من اللاعبين المواب الكتيرة اللي عندك دي مساحة انهم يلعبوا في أوروبا او يشتغلوا في أوروبا او يروح يعملوا معايشات في أوروبا بتتعاونهم مع الاندايا المصرية بتكلمهم مع الاندايا المصرية بتقولهم احنا عندنا 3-4 موابين بكل تأكيد بكل تأكيد احنا الهدف الرئيسي احنا فيه حوالي 500 لعب يتمرانوا معنا الوقت في الخمس مراكز او اكتر من 500 لعب وان شاء الله يعني المخطط نحنا نفتح 20 مركز خلال 2022 وأتوقع ان احنا هنوصل لأكتر من 4-5 تلاف لعب وبكل تأكيد مش كل اللاعبة هتسافر برا في أوروبا ومش كل اللاعبة ورده هتلعب في كل الاندايا الكبيرة في مصر وفيه ولاد كتير على الفكرة بالمناسبة بيلعبوا معنا وهو حاسس ان ده غير لي حياتي انا مقصوط ان انا بتمرن فوسط الناس شكلها كويس بتتمرن بجد وده نعكس على اولياء الامور حتى بلولي الكلام دي انا نعكس على ابني في المدرسة وحاسس ان هو بيعمل حق كويسة الله وجوز من مجموعة كويسة ده في حد ذات هو هدف يعني كويس جدا طيب هل لو الولاد ما سافروش برا أوروبا نتعاونها قديم مصرية بكل تأكيد طبعا لكن احنا الاول عايزين نشوف فراصهم في أوروبا اذا النهاردة حد زي أحمد عنده فرصة في أوروبا لا هنسعى للفرصة ليه مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما نتأكد ان هو وصل لأحسن مكان فيه اذا في حد تاني ما عندهش نفس الفرصة زي أحمد بكل تأكيد عايزين نتعاون مع كل انديل مصرية لان زي ما قد حق ده مشروع الدولة واحنا عايزين نفرغ اكبر عدد ممكن من المواهب بشكل منطقي ممنهج وبيدي فرص متساوية فأي حد النهاردة شايف ان ما عندهش فرصة متساوية او حاسس ان هو ما تشافش كويس او حاسس ان هو انا والله كنت كويس جدا بس محدش شافني في الوقت كتير بس انت عايز تديله الامل عايز تديله لا ممكن بكرة تبقى كويس وحصلت يعني كتير معانا خلال السنة ونصة او سنتين اللي فاتوا اكتر من يعني حادثة فيه ولاد ما كانش عنده فرصة ان يلعب في النادي بتاعه وجاي من قندية كويسة وكان بلعب خارج مصر في قندية عربية والنهاردة عنده يعني فرصة كويسة ان شاء الله هيسافر خلال الفترة اللي جايه في الدولة في أوروبا من أحد الاندي اللي احنا ذكرناها او الدول اللي احنا قلنا عليها عظيم فإذا انت بتنقل يعني حياته من مكان لمكان تاني وبتديله الامل ان ممكن ممكن توصل محتاج انت بس تكتهد ويكون عندك الارادة عشان تقدر توصل ان شاء الله هسألك سؤال يختبر زكائك التكتيكي والفن السؤال في منتقى الصعوب ما صعب جدا حد يجاوب بسهول حط ليه تشكيل لمصر قدام لمصر قدام نجريا في المبرايج سؤال صعب جدا حتش يقدر جابه خالص انا لازم اخده واخوفه وعمله كده وبتاع فيتلعسم فيخطئ السؤال السهل ده الزكاء الفن العظيف طبعا يعني الونش وحجازي ومشتلال حالي سمار مع اول حاجة كده 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 ده عارفين وشي فتوح وعمد فتحي احمد فتحي اكرم توفيق احمد فتحي ما اتخذش اصلا اكرم توفيق وبديل عمر كمال عبدالواحد اكرم توفيق كان نفس انا برضو احمد فتحي يبقى السلية وافشة تمام وافشة شفت بقى دي خنيقة دي خنيقة دلوقتي عام شفت بقى انا اخليده ما هو افشة الخناية دلوقتي قاعدوا يقول لك كان خد قفشة ما خدش عبدالله السعيد وفي الأخي الكروش خد عبدالله السعيد وما خدش قفشة تمام؟ فأنا هساعدك عشان ما بوزنكش الدنيا بس عبدالله السعيد موجود ممكن يلعب مع حملي فتح ومحمد النين عشان عامل السرعة برضه أول مطش لسه بعافية شويتين لسه مصاب تمام؟ نلعب مين بقى قدام مع محمد صلاح؟ تريزيجي تريزيجي كده كده أيوة والشريف ومش عايز مصطفى محمد يعني أولي اتنين موجودين دي بس أبرحتك يعني أنا بفكر معاك لا شايف شريف؟ اوه انت شايف شريف رأيك شريف مش هنحكو العراج مش هنحكو العراج طيب طيب أستاذ عمر مهنة أنا حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيا هذه الفقرة بساطتني وأسعدتني جدا بصراحة أنا سعيد جدا بس مع الكلام ده وأرجو إن شاء الله كل حد يكون سمعنا عنده نفس الشعور ونكون وصلنا المعلومة للناس بشكل كويس وممتع كما شكرا جزيلا أحمد رأيك شكرا جزيلا إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة تبقى معي هنا في البرنامج وانت بتلعب في نادي كبير كده وبنقول لجنة محمد صلاح تإنشاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا بعد هذا الفاصل نستقبل صديقنا العزيز الناقد الرياضي محمد عرائي شكرا جزيلا